بعد الافتتاح الرسمي لمطار المشير دريس دبيتنو في الثامن والعشرين من ديسمبر للعام الماضي يستقبل اليوم أولى زيارات رئيس الجمهورية الفريق أول محمد دريس دبيتنو الخاصة إلى مدينة أمجرس منذ افتتاحه وكان في استقباله بأرض المطار حاكم ولاة ندي شرق محمد عبد الكريم علي وسلطان دربيليا صديق تيمان ديبي وقائد المنطقة رقم 8 كيسو بلانويرا وعمدة مدينة أمجرس عبوت هاشنبودير وعقب الاستقبال الرسمي استعرض رئيس الجمهورية الممر الشرفي الذي نظم خصيصا لاستقباله حيث قدمت تحية لمختلف الوحدات العسكرية ثم صافح رئيس الجمهورية الفريق أول محمد دريس دبيتنو المسؤولين الإداريين والعسكريين والقيادات التقليدية بالمنطقة قبل أن يتوجه نحو محل إقامته بمدينة أمجرس وعلى مدخل المدينة اصطفى المواطنون وأعدوا استقبالا شعبيا حارا لفخامة رئيس الجمهورية شاركت فيه جميع الطبقات المجتمع بالمدينة زيارة رئيس الجمهورية الفريق أول محمد دريس دبيتنو تدخل ضمن زياراته الخاصة والتي تستغرق عدة أيام بمدينة أمجرس حاضرة ولاية نيدي شرق